بعد ما خلصنا الصفات المرتبطة بالجنس وفاهمناها كويس جد الوقت يدور الصفات المتأثرة بالجنس الصفات المتأثرة بالجنس هي صفات جسدية عادي خالص زي أي صفة جسدية زي مثلا الطول والأسر لون الشعر وهكذا جينات الصفات دي بتكون موجودة على الكروموسومات الجسدية في نواة الخلية يعني مش بتكون موجودة على الكروموسومات الجنسية زي الصفات المرتبطة بالجنس بس الفكرة أن جينات الصفات دي بتتأثر بالهرمونات الجنسية سواء كانت الهرمونات الجنسية في الزكر أو الهرمونات الجنسية في الأنسة ومن أشهر الأمثلة على الصفات المتأثرة بالجنس هي صفة الصلع الوراصي في الإنسان وبرضه صفة القرون في بعض عنواع المشية بالنسبة لصفة الصلع الوراصي في الإنسان اللي بتحكم في ظهور الصفة دي هو جين سائد بنرمزه بالرمز P موجب الجين ده بيكون مسئول عن تساقط الشعر او الرغم من انه جين بيكون موجود على كرموسوم جسدي اللي انه بيتأثر بهيرمون الزكورة واللي بيكون معروف باسم هيرمون التستسترون صفة الصراع بنرمز لها بالرمز P فلو الجين موجود بنرمزه بالرمز P موجب انما لو الجين مش موجود بنرمزه بالرمز P بس فلو في زكر عنده جين واحد بس بيموجب الزكر ده هيكون أصلع إنما علشان صفة الصلع تظهر في النساء لازم وجود جينين اتنين مع بعض بيموجب وبالتالي لما يكون في زكر تركيبه الجيني بيموجب وبيموجب يبقى كده الزكر ده أصلع بسبب وجود الجينين السائدين اللي بيعبروا عن صفة الصلع ولو في زكر تركيبه الجيني بيموجب وبيمس يعني كده هجين برضو الزكر ده هيكون نصاب بالصلاع الوراسي بسبب وجود جين سائد واحد مع هرمونات الزكورة إنما لو في زكر تركيبه بيموجب وبيمس الزكر ده هيكون شعره عادي بسبب غياب الجين المسؤول عن الصلاع الوراسي ولكن بالنسبة للأنثة لو الأنثة تركيبها الجيني بيموجب وبيموجب بشكل نقي فبعد كده أنثة مصابة بتساقط شعر الراس بسبب وجود الجينين مع بعض بيموجب إنما لو أنثة تركيبها الجيني بيموجب وبي بس فالأنثة ده هيقول شعرها عادي بالرغم من إن فيه جين سائد ولكن الجين ده مش هيقدر أنه يعبر عن نفسه بسبب غياب هرمونات الزكورة في الأنثة ولو فيه أنثة تركيبها بي بس بشكل نقي يعني بي وبي شعرها طبعا هيكون عادي فدلوقتي لو حصل تزاوج ما بين رجل أصلع من أمرأة مش بتعاني من تساقط الشعر واللي اتنين تركيبهم الجيني هاجين يعني الراجل يبقى بيموجب وبي بس يعني كده هيكون أصلع هاجين وأنثة تركيبها بيموجب بي بس كده برضو هتكون شعرها عادي بس برضو حاجين الجينات اللي هناخدها من الزكورة هتكون بيموجب مرة وبي مرة والأنثة كذلك هناخد بيموجب مرة وبي مرة بعد كده الترز الجينية للأبناء اللي هتطلع أول فرض هيكون تركيبه الجيني بيموجب وبي موجب وكده وكده لو ذكر هيكون أصلع برضو ولو أنثة هيتساقط شعرها والتركيب الجيني الثاني هيكون بيموجب وبي بس وفي الحالة دي لو هو ذكر هيكون أصلع إنما لو هي أنثة شعرها هيكون عادي وفهمنا طبعا أن الزكر هيكون أصلع بسبب وجود جين واحد ساعد مع هيرمونات الزكورة إنما الأنثة هيكون شعرها عادي بسبب وجود جين واحد بس سايد والجين ده مش هيعبر عن نفسه بسبب غياب هرمونات الزكورة ثالث فرض معانا هيكون B موجب و B بس والفرض ده لو ذكر هيكون أصلع إنما لو أنسى هيكون شعرها عادي وآخر فرض معانا هيكون B و B وفي الحالتين هيكون شعره عادي فدلوقتي لو عايزين نقارن ما بين الصفات المرتبطة بالجنس والصفات المتأثرة بالجنس بالنسبة لمكان الجينات الجينات في الصفات المرتبطة بالجنس بيكون مكانها على الكروموسومات الجنسية إنما الجينات في الصفات المتأثرة بالجنس بيكون مكانها على الكروموسومات الجسدية الصفات المرتبطة بالجنس مش بتتأثر بالهرمونات الجنسية على عكس الصفات المتأثرة بالجنس من إسمها معروفة أن هي بتتأثر بالهرمونات الجنسية وفي حالة سيادة الجينات بالنسبة للصفات المرتبطة بالجنس بيسود أحد الجنين على الثاني يعني كده يعتبر سيادة تم إنما في حالة الصفات المتأثرة بالجنس لو كان فيه جين سائد واحد بس الجين ده بيتأثر بهرمونات الزكورة ومش بيقدر أنه يعبر عن نفسه في الأنسة بسبب غياب هرمونات الزكورة وما بيعبرش عن نفسه في الأنسة خالص إلا لما الجنين يكونوا موجودين مع بعض في الصفات المرتبطة بالجنس الفرض له الجين بيكون دايما إنس إنما في الصفات المتأثرة بالجنس الفرض له الجين ممكن يكون إناس وممكن يكون ذكور وطبعا من أمثلة الصفات المرتبطة بالجنس أخذنا في حشرة الدروسوفيلة صفة لون العيون وفي الانسان كان معانا عمل ألوان والهيموفيلية لأنه هو سيولة الدم وكسر النظر وضمور العضلات إنما من أمثلة الصفات المتأثرة بالجنس كان معانا صفة الصلع الوراسي في الإنسان وصفة القرون في بعض أنواع الماشية نجي بعد كده للصفات المحددة بالجنس ودي صفات بيقتصر وجودها على نوع واحد بس من الجنس يعني يتكون موجودة في الزكور أو تكون موجودة في الإنس وهنا مثلة الصفات دي عندنا صفة إنتاج الحليب وطبعا إحنا عارفين إن إنتاج الحليب دي صفة بيقتصر وجودها على الإنس فقط وده طبعا بسبب إن الإنس بيكون عندها هرمونات جنسية معينة بتساعد الجين في التعبير عن تأثيره زي مثلا في الأبقاء وبرضو كمان من أمثلة الصفات المحددة بالجنس صفة وضع البيض اللي بتكون برضو مقتصرة على الإنس بس زي مثلا في الطيور ومن أمثلة الصفات المحددة بالجنس في الزكور عندنا صفة اللحية اللي بتكون موجودة في الزكور بس مش موجودة في الإنس وده من الصفات الجنسية السنوية اللي بتكون في زكور الإنسان نجي بعد كده للفحوصات الطبية قبل الجواز وده عبارة عن مجموعة من فحوصات بيعملها الأشخاص اللي لسه مقبولين على الزواج والغرض منها هو إننا بنتأكد إن مفيش أي أمراض معدية زي مثلا مرض فيروس C اللي هو مرض الالتهاب الكابدي الفيروسي أو مرض الإيدز اللي هو نقص المناعة المكتسب وده مرض خطير جدا ومعضي اللي بيحصل فيه هو إن الإنسان اللي عمده المرض ده بيفقد منعته وبالتالي لو جاله أي دور برد ممكن يسبب وفاته وبرضو الغرض من الفحوصات الطبية هو إننا بنتأكد إن مفيش أي أمراض دراسية زي مثلا مرض أنيميا البحر المتوسط والمرض ده بيسبب نقص الهيموجلوبين وقلت عدد قرات الدم الحمراء في الجسم وبالتالي بيحصل أنيميا وشعور بالتعب والإرهاق وأهمية الفحوصات الطبية قبل الجواز بتتلخص في ثلاث حاجات أول حاجة إنجاب أطفال صحتهم كويسة تاني حاجة بتمنع من انتشار الأمراض الورصية والتشوهات الخلقية والتأخر العقلي وآخر حاجة بتتجنب الأعباء المادية والنفسية والاجتماعية بسبب رعاية الأبناء المصابين بالأمراض الورصية ترجمة نانسي قنقر